اشتركوا في القناة سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك اما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويتردونكم كلام المسيح هو فعلا عكس المألوف اللي بنشوفه اليوم تعودنا نسمع ونشوف التعامل بالمثل وحدة بوحدة اللي يحبني احبه واللي يحترمني احترمه واللي ما يحبني ما احبه لكن المسيح دي ينطينا تحدي قوي من نقرأ كل الاصحاح راح نشوف انه اذا اكره اللي يكرهني انا بصراحة بكون بنفس المستوى اللي هو بيها وبنفس الوقت على فكرة اذا احب اللي يحبني انا ما دا سوي ايشي معين او فضل لان هو دي يحبني فان دا احبه بالمقابل لان حتى المجرمين وهذا المسيح دي يعلم حتى المجرمين والخطات دي سوون بهالطريقة دي سوون هيج دي حبون بعضهم الاخر لاحظ كلمة المسيح دي يقول انا اقول السؤال دي يجي لنا مرة ثانية من هو من هو يسوع المسيح من هو المسيح اللي ينطي هذا التعليم هو عاشه المسيح عاش هذا التعليم ويقدر ينطيك القوة للغفران والمحبة هو مبس قال هالكلام لكن هو يقدر ينطيك انا شخصيا اختبرته بحياتي وان هاليوم الان اصلي من اجلك ومن اجلك اذا عندك مشكلة الكراهية والضغينة باتجاه شخص باتجاه مجموعة باتجاه ناس الله يريد يسوي معجزة من خلالك ويغير قلبك ومن وقت الضغينة ووقت الشدة راح تختبر فعلا محبة الله اللي في قلبك الله بيحبك يريد يملأك من محبة وتحب اللي ما يحبوك احنا بيكون في شيء كبير فعلا يا رب يسو احنا لنسمع من كلمتك يا رب ومؤمنين بيها يا سيد لكن احنا عاجزين فعلا عن نحب اعداءنا عيوننا يا رب عليك هاليوم بهالنهار يا رب نطلب من عندك انه فعلا تدخل الى قلبنا وتغير حياتنا تملأنا يا رب من محبتك بهذا اليوم باسم المسيح يسوع صلي امين امين ربي باركم حبوا بعضكم الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر